اشتركوا في القناة يا إلهي ماذا يحدث هؤلاء من المغول علي أن أنبه الكل لأخذ حذرهم فإن خطرهم على المسلمين شديد ما الذي يحدث ماذا يفعل هؤلاء بهذا المكالم؟ الأمر خطير يجب أن أخبر قائد الحرس بسرعة أين قائد هذه القلعة؟ ماذا تريد يا هذا؟ اعلم أنك تنتهك حرمة هذا الخان وهذا يعني أن مولاي السلطان جلال الدين لن يرضى عن صنيعكم أحذرت هل سمعتموه؟ إنه يقول إن السلطان سيغضب إذن فليكن غضب سلطانكم جلال الدين أكبر وليعلم أننا نحن جنود جنكيز خان تخلصنا من الحارسين الهزيلين الذين يحرسان الخان لن تسلموا بفعلتكم هذه أحرقوا دمروا أقتلوا لا أطق ونرى أحدا يحيى هنا تحسنى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العظيم مولاي أرجو المعذرة فالأمير ممدود يستأذنكم في الدخول حسنا فليدخل السلام عليكم يا مولاي وعليكم السلام ما وراءك؟ لقد هاجم جنود المغول خان التجار يا مولاي مجرمون وهاجم جنكيز خان مروى ونيسابور ولعله الآن في طريقه إلى خوارزن استعدوا للدفاع عن حرمة الإسلام وأعلنوا الحرب فلنؤدي بهم أيها الناس اسمعوا وعوا الحاضر يعلم الغائب لقد هاجم المغول مروى ونيسابور والسلطان جلال الدين يدعوكم للجهاد اسمعوا وعوا لبوا نداء الواجب ولا تضيعوا إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر خطتي واضحة ولا أريد أي تأخطى الموت جزاء كل من يخطئ أو يتراجع أنا جنكيز خان ستخضع لي الدنيا وأنال ما أريد ولن يسديني أحد عن هدفي وما أطمح إليه ستعلوا راية في المشرق والمغرب ولا راحة لي ولكم حتى يخضع لي أهل الأرض جميعهم لم يتمرد علينا أحد في خراسان وهمذان وسمرقان الدور الآن لغزنة أنت يا قائد إبال مولاي أريد منك احتلال غزنة بأسرع ما يمكن أحضر لي رأس ملكها جلال الدين بعدها سأتجه إلى الغرب للعراق والشام ومصر ستشمع الدنيا بقوة وضط أنا جنكيز خان اللهم إنا ضعفاء فقونا وهي لنا أسباب النصر يا عظيم لك البشرى يا مولاي جلال الدين أريني تفضل يا مولاي إنها طفلة في غاية الجمال بارك الله لكم فيها يا مولاي وأقر عيونكم الحمد لله وكانت أخت السلطان جلال الدين زوجة القائد ممدود على وشك الولادة حمد لله على سلامة مولاتي وبارك الله لكم فيه أسرع إلى القصر بالخبر هيا مولاي لك البشرى يا مولاي فقد رزقت أختكم مولودا حقا وقررت هي والأمير ممدود أن يسمياه محمودا اللهم انفع به أمة الإسلام العظيم الحمد لله تحت إمرتك ثلاثون ألف مقاتلين أيها القائد اتجهوا إلى مروى وليسابورة وهرات ثم غزنة أحرقوها دمروها ولا ترجعوا إلا برأس جلال الدين أمرك مطاع أيها القائد أنتظر خبر انتصاركم بأسرع وقت أمركم لقد سمعتم جنكيس خان المجدر جنكيس خان المجدر جنكيس خان بدأت تتار حملتهم الشريسة ضد الدولة الإسلامية في بداية القرن السابع الهجري هاجموا مروى وأحرقوها وكذلك نيسابور ولم يبقى أمامهم إلا سلطنة الرزنولي لقد وقعت الكارثة في مروى ونيسابور وجنود جنكيس خان يتقدمون نحو هرات يحرقون ويهدمون كل ما تقع عليه أعينهم لقد قتلوا النساء والشيوخ والأطفال بلا هوادة علينا أن نقوم بمواجهتهم ما رأي سيدي بأن نقوم بطلب النجدة من أمراء العراق والشام الوقت لا يسمح بذلك سيهاجموننا قبل أن يصلنا المدد أيها القادة لن ننتظر هجومهم علينا وإلا هلكنا أيها الرجال أعد الجيش جيدا فالمعركة الآتية حاسمة يا جنود جنكيس خان لم يبقى أمامنا إلا غزنة فإذا مسوا لينا عليها فسوف يكون الشرق تحت أيدينا اجمعوا الخيام كي نواصل السير إلى الأمام إلى غزنة هيا جهاد يا ابنتي إنك تكبرين بسرعة وداعني ابنتي أبي هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أرجو أن نعود منتصرين وإن قدر الله لي الشهادة فأخبري محمودا أنني بذلت روحي رخيصة في سبيل الله هيا كيف يجرؤ هؤلاء على مواجهتنا ماذا يظنون أنفسهم لنرجع إلى الجيش بسرعة علينا أن نستعد سنأخذ قسطا من الراحة هنا اسمعوني يا إخوتي بإذن الله سوف نخوض حربا ضروسا فأخلصوا لله واعلموا أن الله وعدنا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة فلا تترددوا في نصرة دين الله سيدي أحدهم قادم أريد أن أبلغ هذه الرسالة من قائد جيش المغول إلى السلطان جلال الدين من جنكيس خان إلى جلال الدين بن خوارز مشاع أأمرك أن تستسلم لجيشه وتسلم المدينة وتخرج منها نهائيا وإلى الأبد وإلا قتلتك كما قتلت أباك من قبل وسبعنا نساءكم وقتلنا أطفالكم وأحرقنا المدينة بنا فيها أكتب إذن ما يلي على ظهر الخطاب من السلطان جلال الدين بن خوارز مشاع إلى جنكيس خان أدعوك إلى الإسلام أسلم تسلم فإن أبيت فليس بيننا وبينك إلا السيف والعاقبة للمتقين أجوم أجوم الجزيح الله أكبر 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 الله أقصد كل رضا بالحصد لا تشغل الله أكبر حيث بالجكار من القصد يبقى الله أكبر خُتِلَ الخائد ممدود! خُتِلَ الخائد ممدود! لَكُلَّ وَلْعَقُوَّةَ إِلَّا بِالنَّهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر تعالى أيها السلطان ستلقى حكبك على يديه تعالى مني بسرعة ستدفع ثمن إراقة دين المسلمين غالياً الله أكبر خُتْ هَيَا عَدُوا الله خُتْ هَيَا عَيْشُنَا الْجَرَارُ في الأقصد يزهر الله أكبر خُتْ هَيَا عَيْشُنَا الْجَرَّارُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر سوف ينتقم كيف انهزم ثلاثون ألفاً بهذه السهولة؟ أقتل في الحال قادة الجيش الذين نجوا من المعركة أقوبة من هزامهم وأد جيشاً كبيراً سأقوده أنا بنفسي وليكن جيش الانتقام تفضل وصل السلطان جلال الدين سيدتي حمداً لله على رجوعكم سالمين يا أخي ولكن أين زوجي ممدود؟ لقد نال شرفاً كبيراً شممنا منه أطيب رائحة نال شرف الشهادة في سبيل الله بعد أن قتل كثيراً من قادة التتار فاحمد الله يا أختاه إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الذي لا يصيب الهدف في التدريب لا ينفعني أبداً في البركة أعانك الله يا أخي مولاي لتكن سيوفنا الآن أحد من أي وقت إن شاء الله يا مولاي ستكون كما تحكم نحن بحاجة إلى قلوب صادقة وأعمال صالحة لننال نصر الله وعونه أجمال بلاد يأتي على بياد لقد أتى محمول وأشرقت بيها لقد أتى محمول وأشرقت بيها إلعبا معاً بهدوء وإلا ستصاباني بضرر كبير وصل أخي السلطان جلال الدين فليتفضل السلام عليكم يمكنك الدخول يا سلامة هيا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام يا عمي سلامة لم نركم منذ مدة كنت في بلد الهند ولم أصل إلى هنا إلا منذ فترة قصيرة جداً كنت حائراً في من أأتمنكم عنده في غيابي ها؟ تأتمننا عنده؟ لماذا؟ لأن الحرب الآتية ستكون صعبة جداً ولا أظن جنكيز خان سيسكت على هزيمته السابقة فهو بلا شك سيهاجمنا بلا هوادة لذا علي أن أضعكم في مكان آمن ستذهبون إلى الهند مع السيد سلامة بعد غد في قافلة تضم نساء المسلمين وأطفالهم لأن الهند أكثر أمناً لكم سنهاجم العدو في الساعات نفسها إذا حققنا النصر بإذن الله تعالى فسأذهب إلى الهند لإعادتكم مع أهالي المجاهدين ويؤمن السلطان نساء المسلمين وأطفالهم إلى مكان آمن ويرسل أهله مع الرجل الطيب سلامة أحضرت لكم قليلاً من الماء لا أعرف كيف أشكرك خدمت هذه الأسرة مدة طويلة لا تقولي هذا يا ابنتي أنتم أمانة في علقي أم سلامة ينبغي للمؤمن أن يكون دائماً فطناً وأن يعد العدة لكل حادثة ها؟ لم أفهم سيدتي خذ هذا الكيس لتنفق على هذين الطفلين فهما أمانة عندك أغسلوهم لا تدعوى هذا النحرم آآآآآآآآآآآآآآآآآ أمسكوا الخيول الشيخ العجوز هرب بالأولاد من بين أيدينا ولكن لا بأس ما زالت هنا جمالهم وأثقالهم سنأخذها وجاءت المعركة الفاصلة بين جيوش المسلمين بقيادة السلطان جلال الدين السرجقي وجنود المغول بقيادة جنكيس خان في كابل قريبا من غزن تحاضرة الغزنويين يا إخوة الإسلام ويا أبطال العقيدة اسمعوا يا إخوة الإسلام دفعوا اليوم عن دينكم وأعراضكم وأوطانكم وحاربوا لنصر على العدو أو الفوز بشرف الشهادة الله أكبر الله أكبر سأسحقهم أيها الجنود هاجموا ولا ترحموا عداءكم وأحملوا عليهم كالذياب الضارية هيا وهكذا ابتلي المسلمون بهجوم همجي شرس إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون واستمرت الحرب سجالا بين المسلمين والمغول واستشهد عدد كبير من جنود المسلمين فأرسل السلطان يحسهم الناس للمشاركة في جيش الجهاد أمي وصل أخي سلامة هذا بيت القديم تسكن فيه الآن أختي وأولادها أخي سلامة أهلاً ومرحباً بعودتك ولكن من هؤلاء الأولاد؟ إنهم محمود وجهاد أهلاً وسهلاً بكما يا أبنائي إلعبا قليلاً ريثما يجهز الطعام هيا سيدي سلامة سيدي ابتك بابا من فضلك إن مجاهدي سلطان جلال الدين قد وصلوا هل قلت مجاهدي سلطان جلال الدين؟ نعم لقد أنشأ جيشاً للجهاد في لاهور وانضمت إليه جميع القرى والمدن المجاورة وسلموا القيادة له فجئت لإخبارك من فوري الحمد لله أشرع أنت إليهم وأخبرهم أنني أريد مقابلتهم عند مفاجأة لهم هيا مع السلامة مفاجأة؟ لقد نزل الجيش عند مدخل القرية ونحب أن نبين لكم أن انضمامكم لنا سيقوي جيش الجهاد وسنصير كالبنيان المرصوص سنكون أشرع قرية تنضم عليكم ومعنا ابنة السلطان ماذا تقول؟ الأميرة جهاد ابنة السلطان جلال الدين والأمير محمود بن الأمير ممدود يا إلهي إن مولانا السلطان قد قطع الأمل في لقاء أهله مولاي مولاي ما بك خيراً إن شاء الله عاد جيشك المنصور بأجمل بشرى يا مولاي إذن فقد انضمت القرى كلها محبة للجهاد ونصرة لدين الله البشارة الثانية وجدوا جهاداً ومحموداً حمداً رباه ما أكثر نعم الله علينا وأين هم الآن؟ غادر القرية مع فرقة صغيرة وهم الآن في طريقهما للقصر من الخطر اجتياز الغابة ليلاً إذا سمحتم نقضي الليلة هنا أظن أننا اقتربنا من الله إذن بقي لنا مسيرة يوم أنتما تحرسان الأولاد فقط والآخرون سيقومون بحراسة المعسكر هذا الشيدي يجب أن نكون حذرين فالغابة موحشة عيقظوا النائمين بسرعة إنهض يا سلام إنهض لا إله من هؤلاء يبدو أنهم قطاع طراق بسرعة تحركاء دخلها تحت الخيمة المكان خطير خائفة تباكرني على الله وإطمئمني تعالوا انظروا إلى هنا انظر سيدي هل رأيت ماذا وجدنا؟ ولدان فقط؟ هلم تعثروا على ذهب؟ لا يا السيدي أبدا لم نجد سوى هذين الطفلين الصغيرين هنا ماذا سنفعل بهما؟ سنجني من ورائهما ثروة كبيرة وقام اللصوص باختطاف الأميرين محمود وجهاد ليتم بيعهما في سوق العبيد ونسوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أن خصمهم يوم القيامة ومن الثلاثة رجلا باع حرا فأكل سمنه معي غلامان وأريد أن أبيعهما أحضر الغلامين إلى هنا بسرعة يا ناس سارعوا ها أنا قد أحضرت اثنين هما قرة للعين كأنهما أولاد السلطان من يشتري هذين الولدين؟ أدفعوا عشرين دينارا أدفعوا خمسين دينارا مئة دينار ها يريدون بيعنا وهذا حرام محمود لما لا نخبرهم بقصتنا؟ لكنهم طمعون ثم إنهم لن مصدقون هل هناك من يدفع أكثر؟ لقد بعد بعد بارك الله لك فيهما يا سيدي توقفوا بدأت الشمس تغرب سوف نبيت ليلة هنا وننتظر طلوع الفجر كي نتابع مسيرنا وسارت بهما قافلة الأحزان نحو حلب لتبدأ مرحلة جديدة من حياتهما يا أولاد سوف تعيشان معي ومع أسرتي اسمك الآن قطز وأنت اسمك جلنار ها؟ أما السلطان جلال الدين فما زال يدافع عن بلاد المستمينة في وجه أطماع التفاق ويضحي بكل غال ورخيص حتى وافته المنية وتمكن المغول من الاستيلاء على غزنة السلام عليكم يا بي برس وعليكم السلام تعرف إلى قطز جلنار سيعيشان معنا منذ الآن أهلا بكم تفضلي يا سيدتي سلمت يدك يا جلنار قهوتك لذيذة جدا هنيئا سيدتي هذا القدر من الحطب يكفينا لمدة طويلة ألا توافقني؟ قهوتك لذيذة جدا جنكيز حريق حريق سوف تلتهم النار البيت كله ها الأولاد داخل البيت توقف إنما تفعله خطير جدا انتظر لحظة الحمد لله إنهم على قيد الحياة الحمد لله لقد نجونا وجل نار أيضا في حالة جيدة أشكرك يا بيفارس لقد أنقذت حياتي لقد نجونا بفضل الله لكن مصيبتنا كبيرة فقدنا كل ما نملك عوضك الله يا سيدي لم نعد نقدر على الإنفاق عليكم كنت أتمنى أن تبقوا معنا لكني مضطر لبيعكم أطمئنوا لن أبيعكم إلا لرجل طيب أليس هناك من يريد شراء هذا الفتى؟ ألم ترى هذا الزحام؟ قلت لك أن هناك غلمانا للبيع إن أصابكم مكروه فإنه سيساعدكم أدفع خمسين ديناراً ماذا؟ خمسون ديناراً فقط لهذا المقاتل الصلب؟ ستون ديناراً ألا يوجد هناك من يدفع أكثر؟ سبعون ديناراً مئة ديناراً مستعد أن أشتريه بمئة وخمسين ديناراً فليبارك لك الله فيه بمئة ديناراً تعال إلى هنا يا بني تعال هذا فتى جيد آخر من منكم يريد أن يشتري هذا الفتى الوسيم ذو الأخلاق الكريمة مطيع وشجاع من يشتريه؟ أنا بمئة مئة وعشرون بمئتين صدقوني لولا حاجة للمال ما أردته للبيع؟ مئتان وخمسون ديناراً مئتان وسبعون ديناراً سأدفع ثلاثمائة ديناراً من يدفع أكثر؟ لا أحد؟ إذن فهو لك تفضل شكراً شكراً تعالي تعالي يا ابنت تعالي بنت كاللؤلؤة القمر يحصدها لجمالها ولو دفعتم لها كلما وفرت من النقود لكنتم الرابحين مئة ديناراً مئة وخمسون مئة ديناراً مئتان وخمسون أدفع ثلاثمائة ديناراً أرجوك يا سيدي لا تبعدها عني فنحن دائماً معاً أرجوك خذني معه ثلاثمائة وخمسون مئة؟ أخذها سيدي فهي لك شكراً جزيلاً لك دمشق يا عروس يا بهجة النفوط كون للقادمين في الغربة الأنيس في الغربة الأنيس في الغربة الأنيس من الطارق؟ أنا غالم السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا سعاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم حمداً لله على وصولكم بالسلامة تفضلوا إلى الداخل هيا أيها الناس أيها المسلمون بلاغ هام ملك التتار جنكيز خان قتل شر قتلة هاي هاي اسمعوا واعوا لا بد أنه أوصى بالملك من بعده لحفيده هلاكو سبحان الله كم ولغت سيوف جيوشه في دماء المسلمين أراحن الله منه المشلم السفاح كم كنت أتمنى أن أبارزه قبل موته وأقتله بيدي إنهما مطيعان وذكيان وعندهما استعداد للتعلم قتص وجل نار تعال يا أقدم لك سيدي ولدي العزيزين ما شاء الله يبدو أنهما بصحة جيدة أجل ولكن هناك ما هو أهم من الصحة وهو التربية والتعليم لقد تعلم القراءة من قبل وتلقى دروساً في الدين واللغة والحساب كما أنهما فارسان ماهيران على الرغم من صغر سنهما ولكنهما انقطعا عن الدراسة لفترة من الزمن وكل أمل بأن يتمكنا من متابعة دراستهما أنت يا أستاذ مصفى ستعينهما علمهما الحساب والرياضيات وأنت يا أخي خالد علمهما القتال بالسيف سأعطيكم الأجر الذي تريدان وأنا واثق من قدرتكما على القيام بهذه المهمة جزاك الله وعنا خيراً يا سيدي الآن سنبدأ الدرس يا أولاد اقرأ واكتب اقرأ هيا إن العلم يضيء الدنيا اقرأ واكتب وارسم وحصب واكتب زهر العلم ندية وتعلم أن تركب خيلة وتعلم أن ترمي النبلة خلي القلب شجاعاً حراً يرضى الموت ويأتى الظلة أن تخلقت لي أسمى غاية أن تخلقت لي تحمل راية أن تخلقت لي تحيا نوراً يملأ وجه الأرض هداية يملأ وجه الأرض هداية اقتربا مني يا ولدي العزيزين أحمد الله لرؤيتكما يا في عين كان هذا من حسن حظنا يا سيدي حرست أن أعلمكما ما تحتاجان إليه وقد أخبرتني خالتكما أنكما تتبادلان التقدير أريد أن أعتقكما وأزوجكما لبعضكما قضينا في منزلكم أياماً سعيدة وعملتمونا كأبوين رحيمين شفيقين فشكراً لكما ولكن التاجر الطيب مات قبل أن يعتقهما إنه أخي قبل أن يكون زوجك وليلحق في أن أتصرف بهما كان خيراً لنا وأكثر براً منك يا من لا تعرف البر أو الرحمة إياك أن تؤذيهما أو تقص عليهما لقد أصبح من حقي وأنا حر أتصرف بملكي كيف أشاء ولكن عليك أن تراعي وصية أخيك فيهما وحبه لهما لا مكان للشفقة في قلبي يا لقلبك المتحشر كالصخر اتقل لها فيهما لا تخلى لك بذلك أعرف كيف أتعامل معهما كدت تكسر يدي أيها الصخر قطز وجل نار صاحبا خلق على عكسك أنت يا قاطع الرحم ما دمت تحبينهما هكذا فلماذا لا تدفعين ثمن حصتي وتحتفظين بهذين الشرسين عندك وبعدها لن ترعي وجهي أبداً أنت تعلم أنني لا أملك مالاً كل ما أطلبه هو أن ترحمهما إنني بحاجة إلى النقود الآن سأبيعهما لأول تاجر أصادفه في السوق ليتك تصحب وتتصرفك العقلاء يوماً هذه هي قصتي كلها يا صديق العزيز علي هناك حل واحد فقط يا أخي قطز وهو أن نخبر سيد بن الزعيم بالذي حدث ونرجو منه أن يقوم بشرائكما من هذا الرجل الظالم إن فعلت ذلك أيها الصديق فإنني سأضل ممتلاً لك طوال عمري ما بكي يا سيدتي ها؟ ومن الذي يبكيك هكذا أخبريني؟ إنها تبكي على جل نار يا قطز ماذا قلت؟ لقد ذاتها ماذا؟ اشتراها تاجر مصري وقد فرقت بينكما لا أيها الحاقد إن الله قادر على أن يجمع شملنا ويصرف الشر عنها قبل سنوات أخذني أخوك ورباني وكان ليك الأبي الرحيم ولولا خوف من الله ثم إحسانه لي ومقام سيدتي عندي لقمت الآن بتحتيم رأسك كيف تخاطب سيدك بهذه اللهجة؟ سأبيعك لأول من يريد شراءك حتى بثمن قليل جداً اذهب إلى الباب وانظر من القادم هيا تحرك تحرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً بابن الزعيم أهلاً بك كان أخوك رحمه الله من أعز أصحابك وماذا تريد مني؟ هذه المرة يا بني جئت إلى هنا لعمل تجاري أمرك أريد أن أشتري منك قطز ها؟ حقاً تقول؟ كم تريد ثمناً له يا بني؟ مئة دينار فقط ها؟ مئة دينار أردت أن أبرهن فقط على قيمته التافئة أين النقود؟ تفضل هذه النقود هيا يا قطز لنذهب لي رجاء عندك يا سيدي هل تسمح لي بوداع سيدتي قبل مغادرة المنزل؟ طبعاً بكل سرور سأنتظرك في بيتي سيدتي إن سوء معاملته لي لن ينسيني ما لقيت من كرم في هذا البيت سأغادر الميت الآن ولكن أريد أن تتأكدي أنك بمقام أمي وأنا مستعد دائماً للقيام بأي خدمة تأمرينني بها جزاك الله خيراً يا بني وحفظك من كل سوء بارك الله فيكما استعداً جيداً يا شيخ عز الدين بن عبد السلام حسناً أنا الذي سأستقبله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً أهلاً بك يا شيخنا الجليل تفضل يبدو كأنني رأيت هذا الفتى من قبل إنه فتى الشيخ غانم رحمه الله يبدو عليه الذكاء كنت أعجب بذكائه وعلمه كلما رأيته عند الشيخ غانم يا سيدي وما يدريك لعل الله يجعل له شأناً كبيراً ويكون ممن لهم أفضل جليلة على هذه الأم أرجو أن يكون مفتاحاً للخير لقد اشتريته لأعتقه ألا تريد أن تأكل قبل أن يمرد الطعام يا سيدي لن تمتد يدي إليه ما لم يشاركن علي وقطز تفضل هيا الأخطار تتهدد أمتنا من كل جانب فالتتار عازمون على غزو بغداد وقد علمت أن الصليبيين يعدون العدة للهجوم على مصر ثانية أيها المسلمون ما زالت الشام موطن العلم ومنبع الرجال وقد جئت دمشق أستنهده ممكم للدفاع عن أرض الإسلام في وجه الطامعين إن الجهاد في وجه أعداء الإسلام أمانة في أعناقنا جميعاً حفوا الناس على البذل والدفاع عن حرمات بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين والسلام تفضل يا قطز أخبرني من الذي يجول بخاطريك يا بني والله إني لأشعر أن حديثك قد حرك في كل ساكن يا سيدي إنها بشرى خير هل بإمكاني أن أجاهد؟ إن جيش الإسلام يقوى بأمثالك من أصحاب السواعد الفتية أخشى أنني لن أستطيع ربما يرفض سيدي السماح لي لا تقل لي هذا يا بني إن سيدك رجل مخلص وقد أحب الجهاد ولن يرفض وفي مصر كان الملك الصالح أيوب قلقاً بسبب الأخبار التي وصلته عن حملة صليبية جديدة ستغزو البلاد وصل الملك الصالح أيوب السلام عليكم هل وصلت أخبار من العيون التي أرسلناها لاستطلاع جيش الصليبيين في البحر؟ نعم سيدي ما زالت سفنهم في عرض البحر وهي كثيرة جداً أعد الجيوش إذن واستعدوا لمواجهتهم لا تجهد نفسك كثيراً يا مولاي إنني أراك متعباً يجب عليك أن تستريح كيف أرتاح؟ لا يمكنني أن أرتاح والمسلمون مهددون علينا أن نعد العدة كي نواجه أعداءنا لم نسمع شيئاً من أخبار الشيخ عز الدين بعد رحيله من الشام لقد تأكدنا اليوم أنه سوف يستوطن مصر بعدما أخرجه من دمشق أميرها إن مصر تواجه اليوم خطر زحف الصليبيين كما تعلم يا سيدي إنهم يظنون أنهم إذا قاموا باحتلال مصر فسوف يسهل عليهم احتلال القدس أعاننا الله تعلموا أن لي ساعداً قوياً وقلباً مؤمناً فهل تأذل لي أن أقاتل في جيش الملك الصالح ضد الصليبيين؟ ما رأيك يا سيدي؟ أخبرني الشيخ عز الدين بما يدور في خلدك أنت شاب شجاع يا قطز هذا ما كنت أرجوه لك وأعدك له أشكرك يا سيدي أرجو أن أكون عوناً لإخوة المجاهدين في مصر وأن أقف معهم على ثغرة من ثغول المسلمين تأهب للسفر غداً أدعو لك بالتوفيق ولتحقيق أمنيتك سوف أبعث أخاك علياً معك أشكرك من قلبي يا سيدي لن أنسى فضلك ما دونت على قيد الحياة تنجمعوا أقبلوا أهلاً بك يا سيد عز الدين أيبك نائب الملك أيوب أمركم يا سيدي نريد فتى يكون فارساً عند الملك أيوب أنا هل أنت متأكد أنك تحسن الفروسية؟ نعم يا سيدي ورمي النبال؟ بإمكانك اختباري يا سيدي عسناً إذاً تقدم وأرن قوتك أغتباري يا سيد أغتباري يا سيدي ما شاء الله إنني أحسب أنك من الرجال الذين سيعتمد عليهم الملك أيوب في نصرة هذه الأمة في المستقبل هذا شرف عظيم لي الأمير عز الدين أيبك يلتميس الإذن ليدخل عليكم فليتفضل السلام عليكم يا مولاي الملك وعليكم السلام والرحمة من البطل الذي معك؟ إنه البطل قطز يا سيدي لم أرى أحدا في شجاعته حتى الآن إنك معجب به هذا صحيح الإنسان يفرح عندما يسخر الله للمسلمين أمثاله أدعو له بالتوفيق من الله اللهم ارفع بالمؤمنين راية الدين السلام عليكم وعليكم السلام أين أجد القائد بيبرس؟ هل تعرف مكانه؟ بالطبع يمكنك أن تجده الآن في ميدان الفروسية اذهب إلى هناك وتراه ما بكم؟ أليس من بينكم رجل قوي ينهزلني؟ لن نبارسك ونتهور فتهزمنا أيها القائد أنا نستم تهوراً ومع ذلك أريد أن ألقاك من أنت؟ واحد من جنود المسلمين إذن فالترني قوتك أولاً ما رأيك بذلك؟ يبدو أنك رجل قوي لا غالب ولا مغلوب أنت غريب إذن؟ ألم تذكرني يا رجل؟ التقينا في بيت أحد تجار حلام أنت؟ هل أنت قطز؟ أجل يا بيبرس أجل يا صديقي العزيز ها نحن قد التقينا أخيراً هل عثرت على جل نار؟ إنني أبحث عنها هل تعرف أين هي الآن يا بيبرس؟ طبعاً أريد منك أن تكافئاً يا قطز لست مازحاً أليس كذلك بيبرس؟ إنها بخير فزوجتي تلتقي بها أحياناً أظنك لا تعرف بأنني قد تزوجت أنت ضيفي هذه الليلة أرجوك لا تمانع ما الموضوع الخاص الذي أردت أن تحدثني به يا قائد أيبك؟ على سنة الله ورسوله أطلب يد جل نار زوجة لقطز الذي أصبح قائداً مشهوراً في الجيش في فترة وجيزة أخبرتني زوجتي شجرة الدر عن أمرهما على بركة الله ونزل الصليبيون على شاطئ مصر وبدأوا يزحفون بجيوشهم نحو المنصورة سنة 647 للهجرة لن نسمح بذلك أبداً أعد الجيش هذا اليوم وغداً سننطلق إلى المنصورة هل نسمح لهم باحتلال دمياط بعد أن هزمناهم في فلسطين؟ يا مولاي أهلاً بك كونت تارتار يا مولاي إن الملك أيوب قد اتجه بجيشه نحو المنصورة كونت ما بك هل تشعر بالخوف؟ كيف أخاف يا مولاي ومعي يا أخي؟ سوف نواجههم قريباً في ساحة القتال إذن أريد منك أن تنطلق على الفور وانطلق الملك أيوب على رأس جيشه إلى المنصورة مع أنه مريض وتزوج قطز من جل نار وخلال فترة قصيرة أصبح من القادة البارزين أعتصم بحبل الله جميعاً وهجم على أعدائكم سيدي إنك مريض استرح كيف أرتاح والمسلمون مهددون لي الشرف أن أموت في سبيل الله؟ لقد وفان الجواسيس قبل قليل بأن الملك أيوب قد مات في خيمة على مقربة من المنصورة وزوجته شجرة الدر أخفت خبر موته عن الجيش إنها فرصتنا للهجوم على الجيش هناك ولو هزمناهم فإننا سنستولي على مصر بكلها مات الملك الصالح أيوب فظن الصليبيون أنهم سيربحون المعركة إلا أن هناك ما نسوه وهو أن في الجيش قواداً أعدهم الملك أيوب لا يخشون القتال ويحبون الموت في سبيل الله كقطز وبيبرز هيا يا رجال الله أكبر الله أكبر خار وضرب والجو أكبر الله أكبر من كل طاغ مهما تجبر الله أكبر كيشنا الجرار بالكسد يزهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرح المسلمون بنصر الله وترد الصليبيين لكنهم واجهوا بلاء آخر ففي المشرق كانت تتار بقيادة هولاكو على أبواب بغداد سنة ستمائة وست وخمسين للهجرة أيها الملك هولاكو خان هذه بغداد مقر الخلافة الإسلامية لا غروب للشمس حتى تهدم هذه المدينة تماما اقتلوا الرجال والأولاد والنساء دمروا المدينة أهرقوها إنهم التتار عادوا عادوا وعددهم كالنامل اقتلوا الأطفال يقتلوا الرمات الجنود الذين على الأسوار ينتظروا بالدرب ما أجهتم اقتلوا بالأطفال وتط Site الوقت بالمقر اقتموا اقتموا أغلق الأبواء إنما يحدث كارثة عظيمة ودمار كبير اللهم ارحبنا ياري مستقام تشير بالدمار يتاري مستقام تشير بالدمار لا تلقم الناس ما تحتل السمار لنأخذ بسرعة ما نستطيع إيضاهم على وشك الوصول هيا اقتلوا الجميلة بسرعة أحلقوا كل شيء كل شيء تشير بالدمار يتاري مستقام تشير بالدمار تشير بالدمار قد أضرقوا وأحرقوا روائع الأثمار كم عدد قتله؟ ألف ألف تقريبا يا سيدي إن فتحت الطريق المؤدية إلى حلب الخوف فقط سيفتح لنا جميع الأبواب جمعتكم اليوم لأستشيركم فيما يهدد كياننا ومصيرنا ذلك الخطر كما تعلمون هو زعيم التتر هولاكو وكيف نتصدى لهذه العاصفة الهوجة كيف؟ نسأل الله أن يعيننا على نصرة دينه وإعلاء كلمته لا بد لنا من تقوية عزائمنا وأن نتحد معا ففي الاكتحاد قوة الأفضل أن نسمع بما يشير به علينا شيخنا عز الدين لأننا أحوج ما نكون به اليوم إلى علمه وتجاربه إننا خير أمة أخرجت للناس هذه الأمة ستنتصر بإذن الله هذه الأمة تحتاج إلى قائد رشيد لا إلى ولد صغير أمورنا ستسوء إن وضعنا القيادة في يد من لم يبلغ الرشد ماذا تقصدون بما قلتموه يا شيخنا الجليل؟ إنما أقصده واضح تماما إن الذي أعنيه هو أن يحل المظفر قطز محل بن الملك أيوب الذي لا يعرف شيئا عن كيفية تصريف الأمور هذا هو رأيك يا شيخنا الفاضل؟ سلامة الأمة فوق كل اعتبار أيها الناس بايع الأمير قطز فقد أصبح ملكا لمصر إنه قائد قوي العزيمة وذرائيا حكيم نعم فقطز هو ابن أخت السلطان جلال الدين الحمد لله لقد نجاك الله من جميع المحن التي أصابتك وولاك ملك مصر صارت مسؤوليتي كبيرة منذ الآن لقد كنت خادما لبيت من بيوت المسلمين واليوم أصبحت خادما للأمة يا زوجي العزيز استعم بالله فالله خير معين إن الناس يحبونك وينتظرون منك الدفاع عن حرمات الإسلام ومقدساته فكنت عزيمة وصبر اسمع يا قيطوبة لقد حان وقت الاستيلاء على مصر أمرك سيدي لذا أطلب منك أن تسير بالجيش بنفسك وأن تعرض على قطز إما الحرب أو الاستسلام هذا هو جوابي لسلطانكم يخطع نفسه إن ظن أنه يخيفون بتهديداته قل له إن موعد معه في ساحة القتال والآن انطلقوا قبل أن يفض صبري وإلا سينتهي أمر الرسول هيا ما هذه الجرأة؟ إنها ليست جرأة إنها وقاحة سأهدم مصر على رؤوسهم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله سنقاتل التتر كما قاتل الصليبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لقد صار الجهاد فرضا علينا جميعا قطز سأكون معك لا أريد أن أكون موجودة مع الجيش أسقي المجاهدين وأعالج الجرحة وأشجع الجنود كما فعلت النساء المسلمات الأوليات أخشى عليك أن تقعي أسيرة بين أيدي التتار ولكنني فارسة ماهرة اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين أمين استولى التتار على مدن الشام وتوجهوا نحو مصر التي كانت قد أخرجت لملاقاتهم جيشا بقيادة المظفر قطز وبمساعدة الظاهر ببرز وفي عين جالوت قريبا من بحيرة طبرية كان موعد المعركة الفاصلة كتائم التطار تشيء بالدمام كتائم التطار تشيء بالدمام ماهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله أن انضمام أفغاننا من بلاد الشام إلينا جاد من قوتنا ولكن بعض الخوانة يقاتلون مع الأعداء فرق كبير بين المجاهدين والخوانة وفي عين جالوت بدأت الاستعدادات لخوض المعركة الفاصلة ضد جيوش الكتار وكان أسد عين جالوت المظفر سيف الدين قطز يستعرض الصفوف ويبث روح الحمية والشجاعة في نفوس المجاهدين ويثير نخوة الفرسان ليكسروا رؤوس الكفر وجيشهم الجرار هنا في عين جالوت سنقابلهم أنت يا أقطاي تقود الجراح الأيسر وأنت يا بي برس تقود الجراح الأيمن وأما أنا فسأكون في الوسط هجوم هجوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر هجوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقفت في عين أعطار تتحدى كل تكفار وقفت في عين أعطار تتحدى كل تكفار قوز جنواصا سننهي أمره جولنار 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 سأذهب إلى الجنة بإذن الله قبلك سأخذك إلى الخيمة حيث الطبيب هناك جولنار جولنار لا تفكر فيي الآن فكر في الإسلام والمسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ما؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقفت في عيني الأعصار تتحدى كل الإكتار وقفت في عيني الأعصار تتحدى كل الإكتار أنك فتتمين لصالحهم الله أكبر الله أكبر ماذا حدث؟ هذا قائدهم قيتبا لن يسبق لي أحد إلى قتلك دعه لي يا سيدي المسلمون في أمثل حاجة إليك أنا سيفك ولن أعود إلا برأسر يكفع رايتها يكفض الله أكبر الله أكبر بجرود لله انطفض الله أكبر إلا قد مات قيصب وهو يهرب الله أكبر الله أكبر بجرود لله انطفض وقلوب للأعصار هبت وصحب من غفوتها ذكت خرحا للأشراك أشكرك يا ربي على أنك وهبتنا هذا النصر العظيم فهزمنا المغمول أعداء الإسلام بأيدينا يا إخوتي دعونا نرسل الرسل إلى كل أرجاء العالم الإسلامي إلا من حقهم علينا أن نبشرهم بهذا النصر العظيم الذي وهبنا الله إياه لنشكر الله من أعماق قلوبنا على ما وهبنا من نصر عظيم هيا بنا لنصلي على شهدائنا الأبرار الأطهار الله أكبر هنا في عين جالوت تحقق النصر اليوم بفضل الله ثم الأبطال وشجاعتهم مثل الأمير المظفر سيف الدين قطز والشيخ عز الدين بن عبد السلام والقائد ببرس إن موجات المغول المتوحشين الذين ظنوا أنهم لن يقهروا لسنوات قد جابه لأول مرة سدا منيعا في عين جالوت إن المسلمين الذين كانوا قد أرهبوا بسبب غزوات المغول السابقة لم يصدقوا عندما سمعوا أنباء النصر نحن نشعر بالامتنان الشديد نحو شهداء ومقاتلي عين جالوت الذين آمنوا بالنصر وجعلوه ممكنا بعد أن بزلوا أرواحهم وأراقوا دماؤهم في الوقت الذي كانت الأمة فيه بأشد الحاجة إلى أمثالهم رحمهم الله جميعا الله أكبر بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت هبت وسحب من غفوتها ذكت صرحا للأشراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقفت في عين الأعصار تتحدى كل استكبار وقفت في عين الأعصار تتحدى كل استكبار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومدفر يرفع رايتها يأبى الظلم ويحب الدار ومدفر يرفع رايتها يأبى الظلم ويحب الدار الله أكبر بجنود لله انتفضت الله أكبر وقلوب للأقصى نبضت الله أكبر بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت بجنود لله انتفضت وقلوب للأقصى نبضت هبت وسحب من غفوتها ذكت صرحا للأشراء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر